لو أنا بعمل منتاج ببرنامج زي الكين مستر أو أي برنامج تاني مجاني هل ظهور العلامة المائية اللي بتكون موجودة فوق للبرنامج ده هل تسبب مشكلة وهل هي مخالفة لليوتيوب لو أنا لسه بقدم قناتي للمراجعة وكل فيديوهاتي عليها علامة مائية اللي هي الوتر مارك بتاعة البرنامج بتاعة المونتاج اللي أنا بشتغل به هل هي مخالفة وممكن يسبب مشكلة وقناتي تترفض في اليوتيوب ولا لا لو أنا قناتي مفعلة ويستخدم برامج مجانية وظهور العلامة ده هي علامة البرنامج اللي أنا بابنتش به هل مخالفة لليوتيوب ولا لا؟ السلام عليكم ونحمد الله وبركاته وأهلا بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب سؤال بيجيلي كتير جدا في القناة إن إحنا بنعمل منتاج ببرنامج مجاني زي الكين مصطر مثلا فالعلامة المائية بتكون موجودة بتاعة الكين مصطر أو أي برنامج بنشتغل به هل ده يسبب مشكلة في قناتنا ولا الوضع الطبيعي؟ وهل الأحسن نشتغل ببرنامج مجاني ولا برنامج مدفوع؟ ولا إن إحنا نجيب برنامج يكون متهكر بدون علامة مائية؟ ركز معي خلينا أقول لك الحاجة بهمة جدا وأتمنى أن أنت تاخد بها علشان لا تندم بعد كده وهي أوعك تنزل أي برنامج مهكر بدون علامة مائية برامج ديت خانوات كتيرة جدا وأجهزة كتيرة جدا تم اختراقها من خلال هذه البرامج فأنت أي برنامج تنزله تكون منزله من مصدره الرسمي اللي هو مثلا من المتجر بتدخل كده وتنزل كين مصدر وتعمل ريفيو عن البرامج ده ناس كتيرا منزله وبرنامج قانوني وتمام تنزله من المتجر سواء كان من الأب ستور أو من البلاي ستور لو كان للأندرويد أو كان اللي هو الايفون لكن إذا أنت تدخل تشوف شروحات على اليوتيوب وحد يقول لك خد البرامج ده مهكر وأشياء زي كده ده كله فيه ريسك كبير جدا وخطر على موبايلك أو على الجهاز اللي أنت شغال عليه طيب هل العلامة المائية دي فيها مشكلة ولا؟ لا لا مفيش مشكلة まفيش مشكلة خالص إن أنت تستخدم برنامج يكون في العلامة المائية بتاعته أو الوتر مارك بتاعت البرنامج ظهر كده وانت شغال لأنه ومش هيشير العلامة المائية ديت ألا إذا كان أنت تدفع فلوس وتشتري لبرنامج بفلوس وبالتالي بكل بساطة ظهور العلامة المائية ليس مخالف لليوتيوب ولو كان ده مخالف كانت كل القناة تقفلت لأن معظم القناة تشغالة بالموضوع ده هل بعد كده ليتيوب ممكن يحط شرط ان انت بيكونش فيها علامة مائية ده احنا منعرفوش لكن الى الان ما فيش اي مشكلة من ظهور الويتر مارك بتاعة برنامج المنتاج اللي انت شغال عليه طب هل فيه برامج منتاج مجانية بدون علامة مائية نعم فيه كتير برنامج فيه ان كويس جدا يعمل لك كل شغل اللي انت عايزه بدون علامة مائية ومجاني الى الان مجاني معرفش بعد كده بكر يخله بفلوس انا معرفش موجود شرح ليه في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تقدر تستخدمه لو انت ما انتش عايز علامة مائية تظهر جمي منك هل الافضل ان انا استخدم برنامج اللي هو علامة مائية تظهر جمي مني كده عادي ولا يكون بدون الافضل يكون بدون اكيد كشكل حتى للفيديو احترافي يبقى الفيديو كده انت يعني ظهر كده في الصورة او بتعرض اكلة واي شيء مفيش جمي منك كده علامة مائية كده واضحة كده جمي منك فالشكل الاحسن الشكل الاحسن وشكل احترافي والناس يشووا الفيديو كده انت حاجة احترافية ان يكون بدون علامة مائية اكيد طبعا يبقى اما انت تستخدم برنامج بدون علامة مائية ومجاني وهو نازل كده اصلا او ان انت تستخدم برنامج يكون بعلامة مائية تمام كده او ان انت تستخدم البرنامج اللي هو المدفوع ان انت تشيل العلامة المائية وتدفع له فلوس شهرية هتيجي انت تسأل سؤال اعرف ازاي ان البرامج اللي عندي اللي انا منزلها على الموبايل دي برامج يعني مهكرة ولا برامج طبيعية نازلة من مصدرها انت البرامج اللي عندك تكون منزله من المتجر بتاع البرامج ما تنزلهش من خارج المتجر علشان خاطر يكون قانوني ويكون ان هو يعني مفيش فيه مشاكل ويسبب لك مشاكل في جهازك اللي احنا منقوله ده يطبق على اي محتوى على اي فيديو سواء كان فيديو قصير فيديو طويل بث مباشر اي شيء لو انت بتعمل فيديوهات قصيرة بقى ويه ممكن فيه فرصة ان انت بكون تربح من صندوق التمويل المالي اللي هو المت مليون دولار فيستحسن ان الفيديو بتاعك يكون مفيش فيه علامة مائية تسجل فيديو كده عادي خالص بدون برنامج اصلا بالطول كده وتبدأ ان انت ترفعه لقناتك اول ان انت تستخدم برنامج بدون علامة مائية بباش في علامة موجودة ده بس لو موضوع ان انت تربح من صندوق التمويل المالي لكن غير كده كفيديو قصير عادي كاي حاجة كفيديو طبيعي عادي مفيش اي مشكلة خالص كل الفيديوهات المهمة اللي هيتخدم عليك على المحتوى اللي انت بتقدمه موجودة في لصف هذا الفيديو وموجودة في التعليق المثبت او لو انت عايز تبحث عن اي حاجة عن اي حاجة في اليوتيوب اكتب كده في بحث اليوتيوب مثلا اعمل صورة مصغرة العلم والتكنولوجيا اه عمل ادسنس العلم والتكنولوجيا انشاء قناة العلم والتكنولوجيا تنسيق القناة العلم والتكنولوجيا اي حاجة اكتبها وجنبها العلم والتكنولوجيا هيظهر لك الفيديو بشارة في بحث اليوتيوب تحياتي لكم دي قناة العلم والتكنولوجيا لو انتم مهتمين بعلم اصرار اليوتيوب ورمح من الانترنت وشرحات بناميج ومنتاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته